الفاني وعشرون سنة أصيبت فيها رياضة عبر العالم بالشلل لأشهر فلا أقدام تحركت ولا أيدي رفعت فقط بقيت الآذان صغية للحصيلة اليومية لفيروس كوفيد 19 المستجد تدعية هذا الوباء مست البطولة الوطنية لكرة القدم بعد توقفها لثمانية أشهر يمنح بعدها لقبها لشباب الوزداد الذي افتتح الموسم الكروي الجديد بإحرازه كأس السوبر موسم يغيب فيه اللعب رقم 12 عن المدرجة إلى إشعار آخر بسبب البروتوكول الصحي الذي فرضته الرابطة موسم حمل معه الاستثناء بعيدا عن الكوفيد بعد اعتماد عشرين فريقا في المحترف الأول في سابقة هي الأولى من نوعها في الجزائر القسم الثاني لم يخرج بدوره عن القاعدة حيث كشفت وزارة الشباب والرياضة عن موعد انطلاق البطولة المقرر شهر فيذري المقبل فيما تم تكليف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم باتخاذ كامل التدابير الوقائية اللازمة لمرافقة هذا الاستئناف ذات الإجراءات الاحترازية اعتمدتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد إلغاء المنطقة المختلطة واستعمال تقنية التحضل المرئي خلال تواصل الناخب الوطني جمال بالماضي مع الصحفة الوطنية قبل وبعد مباريات الخضر في التصفيات التي تأهل فيها رفقاء محرز لكاني الكاميرون قبل جولتين من نهايتها كاسرين حاجز 22 مباراة دون هزيمة كوفيد 19 ألقى بظلاله على الرياضات الأخرى خاصة بعد قرار غلق قاعات التدريب مما أثر سلبا على الليقة البدنية للرياضيين الذين اتخذوا من بيوتهم وبعض الفضاءات العمومية مكان للتحضير ليسمح بعدها للمقبلين على خوض المنافسات الدولية من العودة إلى التدريبات في القاعات خاصة المتأهلين لأولمبياد طوكيو المؤجل إلى 2021 يعني إحنا بدينا التحضيرات بديناهم لألعاب الأولمبيا في الحقيقة وجدت هذه الشمبيونة العرب اللي عاحت عاوننا ثانيك في التحضيرات مع الألعاب ورعنا متفائلين لأنه نعرف المستوى التعناه وعلى بلنا بالإن شاء الله نديروا نتجة إيجابية 2020 سنة تنقضي غير أنها ستبقى راسخة في أذهان كل الفاعلين في رياضة الجزائرية والعالمية كيف لا؟ وهي التي منعت الجماهير عن ولوج المدرجات وألغت وأجلت الكثير من المنافسات على أمل التعويض في مستهل الموسم الجديد